يوسف شهين يعني ما قدرش يخلص الحلقة من غير ما اتكلم على هذه الحكبة المهمة جدا فمش وار حضرتك الفني يعني احكينا كده عن اول لقاء بينك كنت بتختلفوا في ايه انا من مكتب يوسف شهين فعارف قد ايه هو كان بيحب حضرتك جدا وكان دايما يشبهك بالمليجي وهو يوسف شهين كان عنده ممثلين معينين ما كانش يقدر يعمل عمل من غيرهم كان مؤمن بيهم عارف قد ايه دول مسلين جمدين جدا وهو هم كانوا بيفسروا له الحلم زي ما بيقولوا هو بيحلم يوسف شهين كان حالم كان حالم وفنان كان فنان قوي من الدرجة الاولى حقيقي يعني معجون فني راقي في الحاجات الفنية وبعدين تعف حياته قوي على فكرة يعني من تحت الصفر يعني لو عايزين تعرفوا ممكن يبصوا على فيلم حدوطة مصرية مثلا يشوفوا كان بيلف ازاي وبيعمل ازاي وده جزء بسيط جدا من حياته يوسف شهين وهو راجع من امريكا بعد ما تبهدل في امريكا تبهدل بمعنى كلمة تبهدل في امريكا وكانها هيضرب في مصرح على فكرة حملت ها لا كاليجولا كانت بتطائرت في باريس قعدت 25 سنة كان يوسف شهين بيروح عشان يجدد الممثلين اللي كبروا في السن ويجبوا ممثلين الاخرين يحلوا محل الشخصيات اللي كبرت قعدت 25 سنة تطائرت في فرنسا كاليجولا فهو كان راح يدرس مصرح ودلس مصرح وهو راجع من رحلة امريكا عد على باريس كان فيه مهرجان فبتاق القناة السبع كانوا عاملين دورة عن السينما فدخل الدورة دي قعد اسبوع رجع من باريس مخرج سينما مش مخرج مصر والمدهش انه ما اخرجش في مصر لماذا؟ انه هو دماغ المسرح مش موجود حتى السينما بتاعته في بداياتها كانت مختلفة والله السينما بتاعته ده انت حبيبي وسرع في الوادي وسرع في المينة وقاهرة منورة بأهلها ده انت حبيبي ده مع فريدة الاطرش وشدية بس مكانش مفهوم على فكرة في البدايات ليه لانه كان شرم مختلف كان ثقافة مختلفة شوية كان يجان انا بشوف ان يوسف شاين في النص هو اللي بدأ عايز يحط اجزاء وتفكيره وحياته وانا سألته السؤال ده في انتربيو قال لي وماله انا تجربة انا عاشتها وعايز احطها لا عايز يفهمها يفهمها اللي مش عايز يفهمها يفهمها ده فيلمي يعني هو وده كان رد والرد موجود على فكرة اه ده بتاعي اه انت بتاعه وحكته امش عايزين روح اعمل حاجة تارية مع حد تاني قال لي دي تجربة انا عشتها اما عمل اه حدوطة مصرية وحط العملية بتاعته ودخل ومش عارف ايه كده وصور العملية بتاعته فقال لي انا حر انا تعبت اوي وده كان عالم انا دخلت فيه انا في العملية وكت عايز ا 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 إشارت مع الناس اللي بحبوه ها صوروا فيديو وكان بيخرجوا وما كانش م ا 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 الصوبيان بتوع اللي بشتغلوا بعمل فن وهو نايم على المشرحة بتاعت الجراحة هو بفتح له قلبه عمليها في القلب كانت أول قلب مفتوح كانت من الحاجات الصعبة قوي في الأول تخيالي بقى الراجل ده شكله إيه يعني تجربة إنسانية عميخة كده على فكرة ايه أكثر حاجة وحشيتك فيه أولا يوسف شاهين غير لي منهجي في الفن أساساً أنا كنت راجل ممثل متخرج من المسرح والمسرح طيب شكل بعيد مفيش كلوز أب ومفيش ميديام ومفيش بتاع أنت اللي بتعملي الأشياء دي عالمسرح في علاقتك بالكمور فلما أول مرة بشتعل ما يوسف شاهين قدت الشط اللي أنا بصوره عشرين مرة ليه؟ لأن أنا ممثل هو كان يقول لي أنت ممثل مفضوح وشك بيبنى عليك كل حاجة فأنا عايزك تجمد كل عضلات وشك كده وتطلع كل التعبيرات في عينيك بس عشان أنت ممثل الشاشة قد 17 متر بتاعت السينما والتعبير اللي قد كده بيبقى قد كده في الشاشة فالمهم وكان دايما يقول الممثل عينين تعالف عمل ايه معاي عشان يخليني مركز في الكلام ومركز في التمثيل الأول قال لي اقرأ بعد عشرين مرة اقرأ رشيدة فقريت الكلام قرأ رشيدة قال لي هو ده التمثيل اللي أنا عايزه وقلت له ده سعرتك التمثيل اللي أنت عايزه قال لي ايه هو ده وبعدين رح جايب عصاية شطية كده بوصة بتاعت نبات القمح دي بيسموها ايه قال ليه اسم يعني بوصة كده قال لي حط طيف تحت سنانك كده وانت بتتكلم فرد حطيتها بقي كده قال لي اتكلم بقى اقول الجملة كده قال لي هو ده هو ده صور ويبقى الشط بالبتاع دي بقى لا 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 عشان يعملي أبزورف لطاقة المرأبة اللي جواي اللي بتخليني أمثل ومش عايزنا أمثل لو عايزني يبقى ده طبيعي يبقى الأداء بطبيعتك يبقى الانفعال بإحساسك الحقيقي مش إحساسك لأن احنا فيه جوانا حالة عرض طح يعني أنا عايز أعرض أنا عايز أقول إن أنا حافظ الكلام مثلا فأقوم أدوس على الكلام قوي وأحسس بكل كلمة بقولها لا حالة مش كده في الحياة مش في الواقع كده أنا بتكلم كلام عادي خالص ويطلع بطبيعتك هو عايز الحكاية دي عايز الحكاية العفوية اللي هي قريبة من الناس فاكر إيه من المهاجر يا أستاذ أحمد يعني كنت مجموعة ما حصلتش المزيكة هو اللي بدخلنا في الأجواق دي مش ممكن هو هو الصورة المناظر الطبيعية يعني فعلا كان فنان في كل حاجة المزيكة المعاني بتاعت الكلمات الممثلين وحلوتهم اللبس التكوين عشان كده دايما يقولوا الفريم بتاع يوسف شاهين غير أي فريم تاني هو كان بأولا بيعمل لنا زي المعسكر لو تفتكري اه طبعا يعني في المهاجر مثلا منعنا انشاء لحوالي ستو شهر يعني اه لا بتقو فاهميلي ويبقى لازم يعرف تاريخك وبتحب ايه وتاكل ليه وتنمز كل حاجة أنا عارفة فالمعسكر دا كنا يعني يعني الشخصية ما بتفريقناش واحنا بنمثلها بقى يعني انت بيعيش في الشخصية فمرة يعني من ضمن الحاجات اللطيفة فقال لي يا ولاد انتو بيتو شك انا بسا كنت بعمل الاخ كبير كبير اخو رام فقال لي قال لي انت بقى شكلك غابي اوي كده ليه انت تعايش الشخصية اوي بقى شكلك فيه غباء كده لانه كان عايش الشخصية فيها الفطرة الطيبة ايوه الطبيعية اللي تبان غبية شوية كده فبقى كده واحنا دا بعيدا عن الكاميرا وانا مشيه في الشارع يعني 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 في القرية اللي احنا بنشتغل فيها قال لي تشكلك بقى فيه غباء كده تم تأثر اوي بالشخصية كده ليه لا 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 مش اوي كده مش اوي كده اتعمكش اوي كده جميع فهو يعني كان يحولك يعني كان نور الشريف مثلا في المصير كان يعمل في الدراي كان بيتدرب كان عامل تدريب مع نفسه فيه هزة في عينيه كده بتاعت القلق بتاع ابن رجد كان بيعمل فايلة سوف ايو ايو فالفاتسافة بتخلي العينين يعني مشهول بفكرة فكرة عمال يدور عليها وعنيها عمالة تتروش كده فييجي في التصوير في الاكشن ما بيشغلش الحركة بتاعت عينيه دي فقلنا نور انت كنت في الدراي في البروفا في البروفا بتعمل كذا 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 وفي التصوير بتلغيها ليه قال للراجل دا بيسيطر علي على يوسف شريف قال للراجل دا يقولك بص في عينيه هو يجي عند الكاميرا كده ويقوم ايه بيقولك بص في عينيه بص في عينيه بص في عينيه يلغيك يعني الحكاية دي كانت عند عمر الشريف صح ونور الشريف نور قال لي بيبقيني ايه ايه يعني نور الشريف في الفيلم الصغير اللي عمله كان بيحبه او يبرج او عمل شخصية يوسف شاهين في حدوطها مصرية وفي 11 سبتمبر مظبوط اه فبقى يوسف شاهين فعلا 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 قال لي احمد انا ببص في يوسف شاهين بقيت يوسف شاهين فكان احيانا يعمل حكاية كان بيعملها مع عمر الشريف ده حقيق وكان عنده رادياشن انا انا شخصيا شاهد على واقع حصلت لي انا انا ما بحبش بص او في العينيه يعني يعني عندي حياة كده تكسف معاني ده حاجة غير فنية بس بتكسف اه في خجل بحبش بص في عينيه اوي اللي قدامي لان ده علاقة زي ما كون بتلصص على روحه يعني ايوة صح فما كنتش ببص في عينيه يوسف شاين فجيت في يوم عملوها في فصل الحقيقة كنا في الشتاء دلج وفي سنت كاترين عشرة تحت الصفر مثلا ساعة جدا 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 فانا بتريقش من الساعة هو كان بيشرب انا قاسف طبعا المعلومة دي ان انا اقولها يعني فلقيته جايب لي مج. هو حر. هو شخص حر. ما هو حر. فجايب لي مج. قالي اه هو بخيل جدا على فكرة كان الله ارحمه. فجايب لي مج كده في ايده. حريس حريس يا استاذ احمد ارجوك. حريس حريس. ده الحب اللي بيني وبينك. فجايب لي مج. قالي خد. اه انت قعد في قصة الولاد دولي قعد بعيد لوحدك. فورت واخد الكرسي بتاعي قعد بعيد. كانوا بيجهزوا بقى الاضاءة بتاعت المشهد من اهم مشاهد الفيلم في المهاجر. ايوه. اللي بتعرف فيه على رام. وبقول له رام كلمة. هي انا فكرة يا الله. فقال لي خد اشرب ده. فانا جيت اشرب فانا شميت ريحة الكحوليات اللي في بتاع. قلت له انا ما بشربش يا استاذ. قلت اشرب يا حمار. فانا بس كت شوية كده. قلت له حاطر حاطر. حاطر. فادماغي غابت سنة كده. بقيت ايه? في الساكلانس. اه في الساكلانس. اه في الساكلانس اهدى شوية. اهدى شوية. فجيت دق على الكاميرا بقى. الشط. عبارة كلمة. رام ايه. رام انت رام. فاتقف هنا. وهتمشي لحد خالد النبو. خالد النبو بقى في ظهره للكاميرا. والكاميرا عليها بيبي اضاءة بس صغير قد كده. وايه? وهتكلم يعني وشي مش مش مداري في خالد. الكاميرا ورا خالد من الحياة دي كده. فانا اتقف هنا. انا ما سمعتش اكشن بقى. قالي بص في عناي بص في عناي بصت في عناي. طبعا في الساكلانس اللي انا كنت فيه. ما بقيتش انا. ايه. ما بقيتش انا. يوسف شهيني اللي عمل المشهد ده. الله. جواي انا. يعني خدني. بكلمك بجد. الله. وصلي اللي حاجتك بتقوله. حولك. بقيت يوسف شهيني. بقيت يوسف شهينة. وانت بتقول رام. وانا بقول رام. انا اللي حصل لقاتي. انا وصلت عند خالد النبوي. وببص في عشي كده. وكايني لقيته فعلا ده رام. اخويا اللي مات المفترض. رام. لقيت دموع العالم نزلة من العناي. وانا ما بحبش عيط. يعني في طبيعتي. يعني بقص على يعني. ما بحبش حد يشوفني وانا في الضعف. في اللحظة دي اه. عيط بطريقة نهر من الدموع. وانا بقول رام دي. فرح واخدني في حضنه. يوسف شهين. وعدتطب عليها. وبيتشعزها لاطفال كده. من كتر العيط. انا ما اتفرجت عالشوت ده في السينما. انا شفته اوفر اكتين. لا. شفت بتقول عليه عبقاري. ده كان عبقاري. ده دركة الصدق اللي فيه. كانت بتاعة يوسف شهين. وقول لحليك على حاجة ده ده هي كلمة. بس هو حرقك وخلتنا كلنا تأثرنا. يعني وصل لنا ده. هو. يمكن لو ما كانش حولك للحالة دي كان ممكن. ده المشهد عادي رام وخلاص. اه. لكن احنا تحرقنا فهنا ورجعوا دلوقتي بصوا على فيلم المهاجر موجود على بعض المنصات. وموجود على اليوتيوب. بقول لك عيط. يشوفوا المشهد ده. معمول ازاي? هو بقى كان يسرقك. في الحتة دي. يعني كانه بيعمل تنوين مع ناطيسي. اما كان بيقول لك بتفكرني بالمليجي. هو. لانه كان بيحب محمود المليجي جدا. جدا. ليه بقى? ليه? لان يوسف شهين في خصوص التعامل الاخرانية. كان بيقول حاجات يعني مش مرتبطة بالواقع قوي. حاجات كده زي الهلوسة. في هي فوضة? كل حاجة. بس انا روحت له في هي فوضة. هي فوضة وما قبلها كان المهاجر والمصير. اه بس انا انا هي فوضة روحت له. كان قاعد على المونيتر. ايو كان عيان. ما بتحركش. كان حصل له حادثة بتاعت رجليه. وايده ما كانش بتتحرك. ايو ايده ورجليه. كنت انا قاعدة معا. يعني جيت له مرتين تلاتة. واقعدت معاه. واتصورت معاه. وكانت انا وانا كنت بحبه حب ملوش. مش ممكن يعني. هو شخص لايمكن. وكان ما ينفعش ما تحبوه شبه تقرب له. اه. يعني حتى رغم كل اللي بيعمله وبيقوله وكده. هو طبيعي. بني ادم. حقيقي. كتلة انسان متحرك في الحياة. انسان. استاذي ليه بتقول في الاوقات الاخيرة من عمره كان بيقول حاجات. لا هو هو طبيعته يعني ايه بيقول كلام كده وهو بيجري. تبصو تلاقي افكاره. زي احنا بس ان نجتزق من الجمل. بقى ابو فاكر ان انا الكلام اللي بقولهولك مفهوم. فقولك هنا بس انا روح اعمل البتاع. مفوض افهم. مفوض افهم. فالكلام مش مربوض ببعضه. بس مفوض تفهمه. فانا كنت بفهمه بقى. المليجي كان بيفهمه قوي. المليجي كان عنده الخاصين. انه فاهم يوسف شهين يوصده. قابلته يا استاذ احمد. قابلت موسيقى